مرحبا بكم على قناة جنة العلوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسباب البدانة البدانة هو مرض يتميز بحمولة زائدة في الوزن وهو ناتج عن اختلال في التوازن الطاقوي بعد قريص نتطرق لهذه النقطة ماذا نقصد باختلال التوازن الطاقوي اختلال التوازن هذا هو الذي يؤدي إلى البدانة إن العواقب الصحية للمصابين بالبدانة متعددة يعني الشخص الذي يصاب بالبدانة ينتج عنه عدة أمراض مرض سكري ارتفاع ضغط الدم وكذلك أمراض نفسية تأثر نفسية شخصا بسبب مظهره غير اللائق إن هي عصبي وفقدان تقدير الذات نقص الثقة بالنفس وكذلك أثار اجتماعية يعني علاقته مع الآخرين تمييز نظرة الآخرين سلبية انطواء بسبب شكله البدين نعود إلى نقطة اختلال التوازن الطاقوي متى تحدث البدانة عندما يحدث اختلال في التوازن الطاقوي ومتى يكون اختلال في التوازن الطاقوي عندما يحدث اختلال بين الطاقة التي تدخل إلى جسم الإنسان والطاقة التي تصرف منها كيف يحدث اختلال؟ إذا دخلت الطاقة لجسم الإنسان بكمية كبيرة ولم تصرف فهنا يحدث الإختلال وهذا يؤدي إلى البدانة لأن الطاقة التي تدخل إلى الجسم ستخزن في جسمه في شكل كوتا الشحمية في الأنسجة الدهنية كيف تكون الطاقة التي تدخل؟ في شكل ماذا؟ في شكل وجبات خذائية سريعة الأكل في كل وقت أكلات أو أكلات داسمة دهنية ستخزن إذا لم يصرفها الجسم وكيف يصرفها الجسم؟ يصرفها في شكل نشاط فهذا الشخص أو هذا الطفل جالس والواضح أنه مصاب البدانة يعني نشاطه قليل وعادة الغذائية سيئة فما هي النتيجة؟ أن هذه الطاقة التي تدخل تخزن في جسمه والنتج هو الإصابة بالبدانة وهذا ما نقصد به اختلال في التوازن الطاقوي أي أن الطاقة التي تدخل تدخل بكمية كبيرة ولا تصرف أو تصرف بكمية قليلة جدا الناتج هو تخزين هذه الطاقة في شكل دهون في جسم الإنسان وبتالي الإصابة بالبدانة